السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي نزل تحديث جديد لأجلسة الآيفون طريقة تعمل التحديث كالتالي بتتجه إلى الأدادات بعدها بتنزل إلى خيار عام بعدها تحديث البرامج خلي جوالك على شبكة الواي فاي لأنه ما يحدث عن طريق شريحة البيانات كذلك أشبك جوالك على الشاحن أو يكون بطاريته فوق الخمسين بالمئة كذلك لا تستخدم أثناء عملية التحديث أو البحث عن التحديث أي تطبيق خص تطبيقات الفي بي ان رقم التحديث هو iOS 14.1 للي محدث طبعا آخر تحديث كان رسمي 14.0.1 حجم التحديث تقريبا نص جيجا ويختلف من جهاز إلى آخر بتضغط على معرفة المزيد عشان تعرف عن إيش التحديث طبعا التحديث زي ما انتم لاحظ معايا كله إصلاح مشاكل فقط ميزة واحدة انضافت لأجلسة الآيفون ثمانية وهي أنه أصبح يدعم تشغيل وتحرير فيديوهات HDR 10 بيت في تطبيق الصور أما الباقي كله هي عبارة عن مشاكل مختلفة قد يعاني منها البعض وقد لا يعاني وجملة أبل الشهيرة في كل تحديث اللي هو تحسينات وإصلاحات لأخطاء على الآيفون إن شاء الله يكون عالجوا مشكلة اللي هو البحث عن الشبكة كذلك استنزاف للبطارية خلينا نشوف قبل عملية التحديث كم نسبة البطارية في جهازي جهازي 11 برو ماكس لو دخلنا على البطارية حالة البطارية 95% خليني أحدث ونشوف حالة البطارية هل نقصت بعد التحديث أم لا جوالي بطارية فوق الـ 50% ومع ذلك أيضا حشبكه على الشاحن حضغط على تنزيل وتثبيت حدخل الرقم السري الخاص بالجهاز وانتظر عليه لحد ما يتم عملية التحديث بالكامل بعدها حضغط على تثبيت وانتظر إعادة التشغيل بيجيك تم طلب التحديث تنتظر عليه لا تتحرك من هذه الصفحة الآن بعدها جاني جاري التنزيل الوقت يختلف من جهاز إلى آخر كذلك من شبكة إنترنت إلى أخرى على حسب سرعة الإنترنت عموما يعني لا تأخذ بهذه الدقائق أو الثواني اللي هو يكتبها ولا أنها أحيانا تختلف نصيحة أخيرة أثناء عملية التحديث خليه بالشاحن لا تمسك الجهاز يعني لا تحاول تدخل أي تطبيقات لا تحاول تسوي أي شيء خليه زي ما هو لحد ما يكتمل عملية التحديث بالكامل أو تحميل التحديث والإصدار بالكامل بعدها نضغط على تثبيت طيب يا شباب الآن تم تنزيل التحديث بنجاح الآن بنضغط على تثبيت الآن حيعيد تشغيل الجهاز وحيكون عندك الإصدار الجديد وبعدها نشوف كم نسبة البطارية طيب يا شباب اكتملت عملية التحديث الحمد لله بنجاح في أقل من نص ساعة تم تحديث الجهاز إلى الـ iOS 14.1 خلينا نشوف البطارية كانت 95% قبل التحديث ندخل على البطارية حالة البطارية هنلاحظ أنها ما نقصت أي نسبة اللي يعاني من حدث خطأ أثناء التحديث أو جاري التحقق من عملية التحديث ويطول معاه يتأكد من عدة أشياء أنه شابك على شبكة واي فاي أنه بطارية فوق الـ 50% ومشبوكة على الشاحن أنه كذلك ما هم شغل أي تطبيق VBN وأخيرا أنه عنده مساحة كافية على الجهاز لعملية التحديث لو استمرت معاك المشكلة بتدخل على إعدادات عام بعدها بتنزل إلى خيار إعادة تعيين بعدها بتضغط على إعادة تعيين جميع الإعدادات أول خيار عندك حيطلب منك الرقم السري لجهازك وبعدها لو أنت حاطت طبعا رمز اللي هو القيود حيطلبك هو ولاحظ معايا إيش مكتوب سيؤدي هذا إلى إعادة تعيين جميع الإعدادات وستتم إزالة بطاقات الأبل بي الخاصة بك ولن يتم حذف أي بيانات أو وصائط إيش معنى؟ ما هيحذف لك أي شيء من الجهاز لا صور لا فيديوهات لا ملاحظات لا جهات اتصال لا تطبيقات لا بيانات التطبيقات ما هيحذف لك أي شيء كل اللي هيسويه في إعادة التعيين إنه حيرجع الإعدادات كما هي يعني الخلفية مثلا حترجع لخلفياتها الأصلية للجهاز كذلك هيحذف كلمات السر الخاصة بالواي فاي وأيضا لو عندك بطاقة ضائفة أو عدة بطاقات في الأبل بي حيتم حذفها من الجهاز ولازم تضيفها من جديد فقط لا غيره ولكن بهذه العملية بيتم حل الكثير من المشاكل سواء كان التحديث أو أي مشكلة أخرى ممكن تكون خاصة بالإعدادات أيضا دائما أول بأول شيء عندك في متجر الأب ستور على أي تطبيقات تحتاج إلى تحديث بهذا الشكل تنزل بتحدثها جميعها عشان تكون مستخدم آخر تحديث اللي هو خالية من المشاكل أيضا للتطبيقات تلاحظ معايا حتى جوجل ماب منزل تحديث إصلاح الأخطاء وإدخال تحسينات على أداء فدائما واكب التحديثات في أي جهاز جوال في أي جهاز لوحي في أي جهاز كمبيوتر في أي جهاز ذكي يدعم التحديث آسف للطالة يعطيكم ألف عافية كده أكون وصلت معاكم إلى نهاية الفيديو لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله